وذكر بقى الأداء المتميز الخبر النهاردة اللي يمكن نستخدم الكلمة البايخة بقى كان ترند السوشيل ميديا والخبر الأشهر والفيديو اللي كل أو تقريبا معظم الناس شافته وتسعين في الماء من الناس قالت رأيهم فيه حادث ضرب عروس الإسماعيلية اللي كان هو حديثي اليوم النهاردة اللي صحي النهاردة من النوم متأخر شوية صحي على كمية من الأخبار والقصص والتحليلات جاهزة كده طازة يشغل بيها دماغه يعني فلنشغل عقلنا بالفراغ أو باللا شيء النهاردة يلا كان اللا شيء النهاردة مؤسف الحقيقة لأنه طبيعة الترند الترند دائما هو اللا شيء لكن طبعا احنا اخترنا ان احنا ما نجيبش مشهد الضرب ونجيبلكم مشهد الصلحة اختصر القصة اللي مش متباع هيبقى محظوظ لو متباعهاش لكن القصة باختصار انه هذا الرجل اللا هذا الشيء اللي واقف على الشمال يزعل بقى اللي يزعل اللي واقف على الشمال ده كان بيدرب عروسته مبارح قدام على مرأة ومسمع من الناس وكعادة السيروكيات الرديئة أو استخدامات الرديئة لفكرة انك تصور الواقعة مش تنزل تحوش حصل ده للمرة المليون طول عمرنا بنقول ده حاجة اسوأ ما جلبته علينا السوشال ميديا ان الناس بقيت تصور مش تنزل تحمل حاجة فالناس فضلت تصور هذا الشيء اللي كان بيدرب مراته في الشارع على مرأة ومسمع من الناس وبقى الموضوع ترند عروسة بتضرب في الشارع والناس كلها قالت رأيها ومعظم القراءة كانت هي ازاي كملت راحة الفرح وازاي رجعت معاها الحقيقة هي مش موضوعي خالص واي حد فينا يتخيل ان هي صاحبة قرار او ان هي صاحبة رأي في الموضوع ده يبقى يعني يبقى مثالي اكتر من اللي يسم او يبقى فاكر ان هي تقدر حتى يبقى عندها رأي لا احنا مسؤولين كلنا انه انسانة في هذا الزمن تبقى ما تقدرش او ما عندهاش رأي او ما عندهاش قرار ده بقى الفيديو المشين التاني يعني بعد وقعة الضرب ده الفيديو المشين التاني للي تفرج عليه رح لهم حد كده بقى من بتوع صحافة المواطن اللي زي سدول وصور معاهم ولقى كل الدنيا زي الفل وسمنا على العسل والعروسة في حضن العريس والدنيا زي الفل والاخوة اللي وقفين جنبها دول اللي هم بيقولوا عن نفسهم انهم صعيدة لا اوعى اوعى تقول صعيدة نحن صعيدة وما حصلش حاجة ففي الفيديو اللطيف ده يعني هو الفيديو حوالي 3 دقايق انا ما قدرتش اكمله وصدقوني انا شفت الحد ما قاله كل حمام وحسيت ان انا بجد مش قادر لكن على كل حال في 3 دقايق دول تقدر تستخلص انه الكذب مش عيب عندهم وانه الرجولة متشوهة برضو هناك وانه فكرة انت بتضرب بقى ايه بتضرب الصدق وبتضرب الرجولة وبتضرب مفهوم الامان وبتضرب مفهوم النخوة والشهامة وبتضرب كل المفاهيم دي في مقتل في فيديو مدته 3 دقايق النهاردة اتضربت يعني المعايير الاساسية اللي احترامنا للمرأة والأسرة والرجولة وكلمة الصعيدي اللي ما ينفعش تتقل اي حد يقول عن نفسه صعيدي لا مش كل من لبس جلبيه بقى صعيدي السعيدة مش كدت السعيدة اجدع من كده بكتير وطبعا لما بيحصل حدثة زي دي بنكون عينينا طول الوقت على المجلس قومي المرأة مش عشان نسأله نعمل ايه لانه المجلس قومي المرأة طول النهار والليل بيقول يا جماعة المعنفات يا جماعة العنف ضد المرأة يا جماعة فيه مراكز للتأهيل والمساعدة وكل ده موجود وحاضر اشتركوا في القناة